أستاذ عصام يعني ملف نادي الزمالك بالكامل هو عاوز في عجالة جدا جدا كلام ما ياخدش ديئتين بالزبط كل الضبابية بين السيد مرتضى منصور والسيد كارتيرون تنتهي على عتبة أن يكون فيه مشرف كرة يا عم أنت أنا مش عايز منك حاجة لا مشرف غير مرتضى منصور لا ما هو فيه مين أمير يبقى أمير يروح مبارح مش بكرة يأمل اجتماع مع الراجل لأنه هنا بقى هو اجتمع بي لا يحط ضوابط أن أنت ما تجيش تقول لي على مدد قصير ما عارف بقى طريقتهم ما عارف بقى طريقتهم أو الحل البديل أن يتقلوا قدامك ماتشين بغض النظر عن النتائج أنت شكلك مش عايز تقل وبالتالي خد بقى ساعتها أنت وقتك ده في جلب مدير فني جديد ودي له البونس بتاعه ده أو يوعد يعمل معامة قصة بما أنه بقى كمان هيعمل كده بالطرح كده اسم أن يتولى كابتن حسام البدل آه بدلا من كارتيرون هو حسام البدل وهي يعني نغمة مش جديدة على الزمالك كابتن جوهري الله يرحمه صحيح وتولى من الزمالك وقدر أنه ياخد أول سوبر أفريقي وكان آلي وزمالك وكان آلي وزمالك في جنوب أفريقي وكان أول مبررد عبد العال بعد اللي انتهى من الزمالك الله يمسيب الخير الله يمسيب الخير الله يمسيب الخير طيب حسام البدري ينفع ترى بالزمالك هل عنده عصابك كابتن جوهري هل هيستحمل الضغوط اللي هتتحط عليه حسام البدري ممكن بس خلي بالك محتوى منصور أنا بقولك معلومة من المدربين اللي مقتنع بيهم جدا حسام البدري لا أنا مش بناقش تدريب أنا بناقش أنه في الآخر فيه سماتة أسلام أنت راجل برضو في السوق يعني بدأتها وشغلها زينا اللي هو إيدك في الشغلانة ما بتسمعش بالتلفونات دي سماتك كابتن جوهري دخل نادي زمالك في مشهد لا أقوى عليه إلا الأقوياء ده فاروق جعفر ييجي يجيه مش عارف مين ييجي يجيه وكان ساد مرتضى منصور هذا المجلس إدارة أنا فاكر وقتها وكان ممكن يبقى فيه حاجات بقى اللي هي إيه ما حدش يخليه يشتغل بقى رياحية يمكن المراضي لو انتهت ديل يمكن المراضي فكرة أن مرتضى يقدر يسيطر ممكن تدي لحسام الجانب ده أنه يقدر يتفرغ لشغله إنما هل هيقبل بجهازه هل مش هيقدر يقول عايز جهازه كله فيه شوية نقاط عايزة تتراجع لكن هو هيبقى يعني عارف إيه هيبقى ضربة هتعمل برضو حالة إن حسام البدري يذهب إلى الزمالك في عودة ليه الفيلم أو عادة إنتاج الرواية العظيمة دي اللي حصلت عكبت القهري أنا شايف أنه ملهاش يعني أساس واقعي ملهاش أساس هي فيها ضربة لا لا هي فيها ضربة ممكن إعلامية أكتر يعني زي ما حصل أيام الكابتن الجهري لا بس هتلاقي برضو برضو أنا لما كلمت بصقوق أيام المرتضى إنه هتلاقي حسام إنه حسام جاهز إنه شايف الفرقة أي خواجه ييجي برضو يا أساس جمال معروفة دي وده اللي فرق مسماني وحتى الكابتن تاسمعين قال جملة يعني استشفتها أنا منه بقيت أعملها لها مدرب الضرورة لأنه الراجل قال أنا عايز أدرب النهل لكن أي خواجه يجي نعمل له مؤتمر صحفي إن شاء الله سنعمل وإن شاء الله كل خير إنت عزدك هل حسام البدري يوافق أو لا ده رقم واحد حسام البدري أعتقد أنا مش حسام البدري بس أنا أعتقد أنه ممكن يوافق ليه حسام البدري قبل كده ساب النادي بس لما أعرف هاي يوافق ولا بس أنا بس حسام ساب النادي مدرب أهل ترابلوس دي اختيارات وهو حر فيها هو رجل مدرب محترف درب بيراميدز ودخل على بيراميدز وفي ظل السوشيال ميديا والضغوط اللي بتبقى على المسؤولين وعلى المدربين واللعابين كل حاجة وقال لك عام حسام البدري ده اهلاوي ده مش عارف ايه ما بيبصلهاش للناحية الاحترافية وقيمة حسام البدري من الناس اللي لو حصل هذا التوافق بدأ يبقى عنده خبرات متعظمة ما بقاش بياخد دا ولا كان خد بيه ساعة المنتخد يا ما حبايبو كتير بقى يقول له مثلا هادن شوية اطلع طيب خطر الناس مكشارش لكن ده ايأثر ده ايأثر طرح يعني داخل الكواليس ده طرح بالفعل واحد من الاختيارات لكن هو سؤال تاني هو حسام البدري ينفع مع امير مرتضى منصور السؤال اللي ما اعشان كده قلتلك الفكرة يكون لها افكار الفكرة انا اللي بقول اعتقد اول حاجة هيعملها اول حاجة هيعملها حسام البدري تاقمه ثم هيخلي الحوار بين وبين مرتضى منصور الا اذا مرتضى قال له وكيلا عني امير مش هيبقى في عنده مشكلة حسام ايما لو امير مش رفع الكوة يبقى هو المسؤول مش هيسيب حاجة لحد مش هيسيب حاجة لحد هنا بقى امير هيرضى انه محدش يسيب له حاجة زي مع الاجانب بيبقى ليه دخلة وطلع حسام مش هيسيب حاجة لحد عشان احنا بنتكلم عن الناس احنا عرفين